وياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بغيروا صحة وعافية وحشتوني وحشتوني اليوم الماضي كنت مريضة يمكن ملاحظين صوتي شوية مريضة على كل حال يا جماعة رجعت لكم بسلسلات القصة السلسلة لنتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن أهم أعمالهم وبطلنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم الأخير لذي المرة تصويتكم حقيقي فبناء على تصويتكم الأخير في منتدى اليوتيوب راح يكون بطلنا لهذا اليوم هو الممثل الكوميدي والكاتب المتميز والمختلف اسمه معرف أنطقه روين 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 روان نقول له روان ونخربه أمه مرة واحدة أي نعم أشهر أدواره واللي العالم كله عرفه فيها ما فتح فمه بولا كلمة ولكنه قدر يضحك الكبير والصغير العاقل والمجنون في أرجاء العالم ما يهم اللغة اللي تتكلمها ما يهم الدولة اللي تنتميها ما يهم انت من وين ممكن تكون كائن فضائي كمان ما يهم ايش انت مجرد ما تتابع مستر بين فتأكد أنك راح تضحك وتنبسط بكل الطرق وبكل اللهجات وبكل اللغات تم تصنيف هذا الممثل يا جماعة عظيم من أفضل خمسين ممثل كوميدي على مرة تاريخ تفوق دراسيا وجاب البكاليريوس ولحقها كمان بالماجستير وكان على وشك أنه يكمل الدكتوراه ابتكر شخصية مستر بين وتم تقليدها في تاريخ التلفزيون ورح تخلت إلى أبد الآبدين وإلى أن تنتهي هذه الكرة الأرضية واليوم هو من أكثر الوجوه المألوفة حول العالم فتعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن الممثل الكوميدي والكاتب المجنون اللي تربت على يده أجيال روين أتينكسون أو مثل ما عرفناه باسم شخصيته الشهيرة مستر بين فيديو اليوم يا جماعة برعاية منصة CPX واللي هي منصة تسويق عن طريقة العمولة تقدر عن طريقها أنك تستفيد من وقتك داخل السوشال ميديا وتحقق داخل إضافي بمعنى إذا سجلت عندهم راح يعطونك كوبون خصم خاص فيك أو رابط خاص فيك تشاركه مع أصدقائك مع أهلك مع أصحابك أو مع متابعينك وأي شخص يستخدم هذا الكوبون أو الرابط اللي انت رسلته له وتمم عملية شراء من المواقع المشهورة اللي عندهم راح تجيك نسبة من قيمة المبيعات اللي اشتروا فيها والحلو يا جماعة أن شركة CPX تعطي عمولات جدا ممتازة وعندهم خدمة الدعم على مدار الساعة فضلا عن العروض الحصرية الموجودة عندهم كل اللي عليك تسجل في المنصة تعبي بياناتك بالشكل الصحيح وراح يتواصلوا معاك عن طريق الواتساب يشرحوا لك فيه آلية العمل وبعدها راح يرسلوا لك العروض الموجودة عندهم للماركات الشهيرة الموجودة عندهم اختار العرض اللي ناسبك وتسوق له أو تختار مجموعة عروض وتسوق لها الأمر راجع لك أما بالنسبة إلى طريقة تحويل أرباحك فراح يتم تحويلها إلى حسابك البنكي في يوم 15 وإلى يوم 20 من كل شهر وأي تفاصيل ثانية برضو راح تعرفوها إذا سجلتوا في المنصة وإذا استخدمت الكوبون تبعي وجيه أثناء التسجيل راح تضاف لأرباحك 30 دولار في أول تحويل يتم لك الرابط وبقية التفاصيل راح تلاقوها في صندوق الوصف سجلوا في منصة سيب إكس واستفيدوا من وقتكم في السوشيال ميديا اسم روين سباستيان أتكينسن من مواليد ستة يناير سنة 1955 بمعنى أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 66 سنة وهو أمثل وكاتب إنجليزي من مواليد إنجلترا وأبوه هو إيريك اللي كان يشتغل في بداية حياته كمزارع ومن ثم تطور وصار مدير شركة معينة في إنجلترا وأما أمه فكان اسمها إيميلا مي وما كانت تشتغل سوى أنها كانت تعتني بأبنائه أما بالنسبة لبطلنا فهو الأخ الأصغر لثلاثة أخوان أكبر منه بولس ورودني وروبرت وكمان كان عنده أخ رابع ولكنه مات لما كان طفل رضيع كبر وترعرع على الديانة المسيحية وكانت أموره في السليم وعاشت حفولة متواضعة وما فيها أي إشكاليات ولكنه عانى من مشكلة عسر القراءة وكان عنده مشكلة برضو في نطق بعض الأحرف واللي ما زال يواجهها إلى الآن درس جميع المراحل التعليمية وكان من المتفوقين جدا درس الابتدائية وفجر أمها لايكات خشعة المتوسطة وفجر أبوهم بالدرجات وانتقل إلى المرحلة الذنوية وتخرج بأعلى وأعلى الدرجات ودخل إلى الجامعة وتخصص في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية وبرضو تفوق وحصل على أعلى الدرجات في هذا التخصص ألصنا؟ لا ليس خلص من البكالوريوس وكمل الماجستير في نفس التخصص في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية كتب ورقة بحث جدا مميزة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية بل إنه حصل على لقب الزمالة الفخرية من جامعته بسبب مساهماته الكثيرة في هذا المجال وبعد ما جاب الماجستير بتفوق وبدرجات جدا تبيض الوجه قال يالله بينا نخش على الدكتوراه في نفس المجال ولكن هناك اكتشف بطلنا إنه لازم يبدأ يغيذ توجهه في هذا العالم لازم يبدأ يتوجه إلى عالم التمثيل كذا فجأة يا وجيه إيش اللي صار مكان الولد مهندسه أموره ماشي في السليم إيش اللي صار أنا راح أقول لك الولد كان عنده مشاركات بسيطة في المسرح مشاركات بسيطة كده في أعمال مدرسية مسرحية أمور كده إيش لا تذكر ولكنه اكتشف إنه عنده كده فيه أفكار في رأسه كوميدية الولد يبغى إيش يبغى يثبت شيء لنفسه غير الجامعة وغير الماجستير وغير الأشياء هذه فبدأ يفتكر ويطور شخصية مستر بين أثناء تحضيره للماجستير وكان راسم لها سكيتش في باله كده بسيط يعني عن ملابسها وكيف ممكن تتصرف هذه الشخصية بل إنه كان مسمي الشخصية اسم روبرت بوكس ما حد دالي ليش كان مسميها روبرت بوكس ولكن سماها روبرت بوكس في البداية وكان وصفه للشخصية إنها شخصية تظهر من العدم ما حد يعرف شيء عن ماضيها ولا حد يعرف من أين ظهرت ومن أين أتت وكيف قدحت أولى شرارات الحياة عندها شخصية غريبة أطوار وأنانية وتتصرف بشكل وعقل طفولي جدا وغير اجتماعية هذا كان وصفه في البداية لشخصية مستر بين على كل حال مرة الأيام كلم فلان كلم علان يمين يسار وبالفعل قدر سنة 1979 إنه يقدم عرض مبدئي لشخصية مستر بين في مسرحية قصيرة ما كانت تجربة واضحة ولا كانت تجربة تبشر بالخير ولكن إيش دخلها في مجال المسرح وخلى الناس تشوفها وأخذ منهم شوية ملاحظات ومراجعات وانتقادات اللي بقول لكم إنها مسرحية عدت وراح وقبل ما يتم اعتماد اسم مستر بين للشخصية ترا كان في أسماء كثيرة مطروحة أول اسم تقريبا غير الاسم اللي هو اقترحه كان في اسم مستر وايت ليش مستر وايت؟ ما نعرف بس واضح إنه كان اسم غريب جدا وبطلوا منه بعدين قال إيش رايكم نسميه مستر قرنبيط أو مستر كولي فلاور قال لا 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 ما يصلح خلينا نغيره علم إنه جالس يهبيد ويهبيد ويهبيد في أسماء كثيرة ومعظمها كانت مشتقة من الخضروات ما نعرف إيش كان في باله مستر بعدين خضروات أسماء خضروات كذا جات في باله أسماء خضروات كثيرة ولاحقا اعتمدوا اسم مستر بين واللي هي مأخوذة من كلمة الفول ياب مستر فولة بين وفي النهاية قال ياب مستر بين كويس اسم صغيرون وبسيط وراح يتم تداوله بسهولة في حال نجحت هذه الشخصية بعد الفترة التجريبية لشخصية مستر بين خلينا نقول إنه المثل ما كان عنده إيمان مرة قوي كذا ضعف في فترة وقال خلينا أسحب عليها وتوجه إلى عالم التمثيل لعلها تصبط معايا في مجال ثاني وفي أفلام ثاني ولكن قبل ما يدخل في مجال التمثيل السينماي والتلفزيوني جرب حظه في الراديو وقدم برنامج من كتابته كان يسوي لقاءات مع شخصيات خيالية وسياسية والشخصيات هذه اللي يسوي معاها لقاء يكون هو اللي يقدمها برضو كان برنامج كويس كوميدي ويعرض على الراديو ولكن إيش اللي كانوا يسمعوا عدد بسيط يعني بعد تجربته في الراديو خش على التلفزيون لعب شوية في أفلام تلفزيونية شوية في أفلام سينمائية شوية في مسلسلات بل إنه جاءت الفرصة أن يشارك في فيلم نيفر سين نيفر سنة 1983 وهو واحد من أفلام شخصية جيمس بوند الشهيرة ولكن صدقا يا جماعة صدقا عشان نكون صريحين هذا الممثل في غير شخصية مستر بين أول أدوار القريبة من شخصية مستر بين ما فلح يعني تمجي كذا أهب حتى إنه مجمل الترشيحات اللي ترشح لها والجوائز اللي حصل عليها يمكن ما تتجاوز عشرين جائزة على كل حال وخلال هذه السنوات هو يمثل وهو يهبت في الراديو في الأفلام وفي المسلسلات كان مستمر على تطوير شخصية مستر بين شوفوا من متى من أيام كان في الماجستير من أيام كان يحضر الماجستير وإلى سنة 1987 وهو ما زال يطور في شخصية مستر بين فقد الأمل فيها فترة ولكنه رجع يطورها في مرحلة ما سنة 1987 كان في مهرجان سنوي يقام لبرنامج جاست فور لاف برنامج جدا مشهور يمكن أنت من تعرف اسمه لكن بتعرفه لما يجيب لك لقطات منه أجيال العالم تربوا عليه وما زال يعرض إلى الآن المشكلة على كل حال هذا البرنامج جماع عندهم مهرجان سنوي يسووا مهرجان سنوي في كندا ويستدعوا فيه دول أوروبا وأمريكا وكندا ويكون فيه جمهور متعدد اللغات ولكل جمهور يكون عندهم فقرة خاصة بلهجتهم أو لغتهم الخاصة مثلا يعني الجمهور الفرنسي قدموا لهم فقرة كذا باللغة الفرنسية ويضحكوهم أوي كانت الفقرة اللي تقدم لهم الممنها تقدم لهم باللغة الفرنسية فجاء هذا الممثل وقدر أنه يحصل على فرصة أنه يقدم شخصية مستر بين ضمن أحد فقرات هذا المهرجان قالولو يسمع هنعطيك فقرة تقدمها اختار الوقت اللي ناسبك والجمهور اللي ناسبك وحنخليك تجرب حظك مع شخصية مستر بين في هذا المهرجان قالهم يسمعوا يا جماعة أنا بغاقدمها قدام الجمهور الفرنسي قالولو يا ابن الحلال جمهور الفرنسي ما يتكلم لغتك ويفترض أنه شخصية مستر بين إنجليزية قال لهم يبط هذه الفكرة أنا بغى أجرب حظي مع أي جمهور مختلف ما يتكلم اللغة الإنجليزية لأنه لو قدرت أضحك جمهور ما يتكلم اللغة الإنجليزية معناته أني أقدر أضحك أي إنسان في هذا العالم لأنه شخصية مستر بين ما تعتمد على الكلام إنما تعتمد على الكوميديا الحركية كوميديا الوجه كوميديا التصرفات كوميديا الموقف أي أن كان الشيء اللي قاعدين نشوفه مع شخصية مستر بين فريق البرنامج قالوا له أكي قدم قدام الجمهورة الفرنزي والله بالفعل طلع الممثل لبس بدلته لبس كرافيتته الحلوة شل الدبدوب الصغيرون معه زبط ديكوريشن زبط شكله وطلع على المنصة أمام الجمهورة الفرنسي والمفاجأة والصدمة إن الجمهورة الفرنسي فطسوا من الضحك إلين قالوا آمين ضحكوا إلين داخوا وهنا تأكد الممثل الرهيب هذا إن اللي قاعد يقدمه شيء ما هو سهل أبدا شيء ضخم وعملاق شيء بيكون له تأثير مش بس على المستوى الأوروبي شيء رح يغزو هذا العالم ولو فيه مخلوقات خارج هذا العالم برضو رح يغزوهم ببساطة يا جماعة اللي عملوا هذا الممثل إنه خلق شخصية صامتة وقدمها في مشاهد كوميدية حركية وفي مواقف كذا اجتماعية بسيطة تحصل لأي إنسان بحيث حتى لو ما تتكلم لغته أو ما عندك نفس ثقافته رح تضحك ورح تنبسط ورح تستانس على كل المجاهد اللي قدمها وبالرغم منه الممثل اعترف وقال إنه شخصية مستربين مستلهمة من شخصيات كوميدية كثيرة سبق وعرضت في تاريخ التلفزيون إلا إنه لمسة الخاصة والكوميدية العبقرية والمميزة اللي أضافها للشخصية كانت شيء مختلف فضلا عن تلاعبه في ملامح وجهه وردود أفعاله المضحكة بالفطرة الآدمي الكوميدية موجودة كذا في تصرفاته يسوي لك كذا حركة يخليك تضحك وهنا تكمن الموهبة هنا تكمن الحاجة اللي تميز فيه هذا الإنسان المبدع المهم منه بعد هذا المهرجان جماعة الآدمي أخذ له جرعة تحفيزية كذا حلوة وبدأ هو والكاتب ريتشارد بتطوير مسلسل خاص لشخصية مستربين وفي سنة 1990 أي بعد تقريبا ثلاث سنوات من هذاك المهرجان تم إطلاق مسلسل مستربين رسميا بدأ في أوروبا شوية خشو انتشر في أمريكا شوية فحط في روسيا قلب أم الدنيا في الهند عمل ضجة ومشاكل في شرق آسيا والصين وصل عندنا العرب وانجنينا وانجلطنا عليه سافر إلى أفريقيا وجنوبها ووصل إلى أستراليا ونيوزلندا تقريبا تزعى وتسعين في المية من زكان الكرة الأرضية يعرفون مستربين إيش الانتشار السريع والمخيف هذا يا مستربين ومش بس الدول حتى خطوط الطيران اشترت حقوق هذا المسلسل علشان تعرضوا في طائراتها أكثر من خمسين شركة طيران عرضت مسلسل مستربين على متن خطوطها ورحلاتها غير النسخ الرقمية غير أشرطة الفيديو غير الأشياء اللي تهكرت غير الأشياء اللي تقرصنت غير أنك الآن لو تكتب مستربين في اليوتيوب رح تلاقي قناة خاصة لهذه الشخصية رسمية وتقدر تتابع كل حلقاتها مجانا ومن دون أي هكر ومن دون أي مشاكل أخلاقية انتشرت شخصية مستربين يا جماعة حول العالم كالناري في الهشيم غير أنه تم عمل مسلسل أنيميشن خاص برضو لهذه الشخصية لاحقا وكان مكون تقريبا من 118 حلقة والأنيميشن هذا بالرغم من أنه ما أخذ شعبية كثيرة إلا عند مجتمع تقريبا صغار السن إلا أنه كشف أشياء وأسرار كثيرة عن شخصية مستربين ما كنا نعرفها زي مثلا في أحد الحلقات من هذا المسلسل الأيميشن لمحوا أنه مستربين مش إنسان بل ربما يكون كائن فضائي نزل إلى الأرض وهذا سبب عدم قدرته على التواصل بشكل كويس مع البشر واللي زاد النظرية هذه قوة أنه في بداية مسلسل مستربين يشوفه يطيح من السماء كذا وفي نور تحته ويقوم يتخبط كذا ويمشي ما يدري وين الله حاطه على كل حال مسلسل الأيميشن هذا استمر من سنة 2002 وإلى سنة 2019 خيلوا ذيكا سنوات كلها ما زال يعرض غير أنه شخصية جوني إنجليش من فيلم جوني إنجليش أو سلسلة أفلام جوني إنجليش مقتبسة بشكل كبير جدا من شخصية مستربين غير أنه كمان نزل فيلمين خاص لشخصية مستربين واحد سنة 1997 والثاني سنة 2007 المهم يا جماعة المثل هذا في مرحلة ما قال خلاص كده كفاية لا خلاص زودته أنا لازم أوقف المسلسل جالس يضخ فلوس في حسابه من التسعينات وإلى يومنا هذا والأفلام تابعه ما زالت تعرض في أكبر التلفزيونات والمنصات والمحطات وكل مكان والبس موضحك ما زالت منتشرة بسبب هذا الإنسان وهو كممثل وككاتب كوميدي احترم نفسه ومشي على مقولة رحم الله مرئي عرف قدر نفسي أنا اشتهرت بمستربين ما رح يمشي معي إلا مستربين غير مستربين ما رح تمشي معي الأمور بشكل جدا كويس فقال إيش لحد هنا وخلاص وكفاية بل إنه حتى في أحد اللقاء تسأله هل تطمح إنك تقدم شخصية مستربين كشخصية كبيرة في السن فرد عليهم وقال ما أتوقع إنه النسخة العجوزة من مستربين بتكون فكرة جيدة ولكن ولكن ياب فيه ولكن بعد مرور سنوات كثيرة من تصريحه هذا يبدو إنه الممثل هذا يا جماعة اشتاق إنه يرجع لشخصية مستربين حن للأيام الجميلة حن لللحظات المضحكة اللي كان يقدمها للناس ولهذا العالم واليوم هذا الممثل شغال على مسلسل اسمه أولد بين أو العجوز بين ومن الإسم يتضح إنه راح يكون مستربين ولكن النسخة العجوزة ما أدري هل بتكون خطوة كويسة وممتازة ولكن أنا أثق جدا في الكوميدا اللي قدمها هذا الإنسان ونقول إن شاء الله إنه بيطلع شي حلو من تحت يدينه إلى تاريخ هذا الفيديو والمسلسل مكتوب بجواره جاري العمل عليه ما حد عارف متى بينطلق ولكن الأكيد إنه مسلسل أولد بين أو العجوز بين راح ينطلق يوما ما وراح نشوفه كلنا إن شاء الله عام 1990 تزوج روين من الميك أب أرتس سونيترا ساسري وخلف منها طفلين البنت ليلي والابن بنجيمين عيش بك؟ عيش فيه؟ مصدوم من أيش؟ لا أنا ما نفاهم بس أنت واضح إنك مصدوم ولكن من عام 1990 وإلى عام 2015 ظلوا مع بعض هذول الزوجين اللطيفين وأبناؤهم اللطفاء والجميلين ومن ثم انفصلوا إلى الأبد ولكن يا جماعة كلنا تعلمنا في درس حلو في سلسلة القصة أي شخص ينفصل أمه وأبوه عن بعض معناته أنه عنده فرصة أن يصير إنسان كبير في المستقبل وهذا يترك فرصة كبيرة للبنت والابن هذا أنهم يطلعوا شيء كبير في المستقبل إذا صحت يعني دراساتنا المثل هذا يا جماعة ترى مرة مرة مهوس بالسيارات وبالسيارات الرياضية تحديدا بل إنه مخصص جزء كبير من ثروته للسيارات عنده سيارة ميكليرن وعنده بنتلي وعنده مرسيدس وعنده سيارة أوستن مارتن وسيارات كلاسيكية ثانية غير السيارات العادية اللي استخدمها للمشاورة البسيطة لجوة البلد بل إنه سيارة أوستن مارتن تبعه هذه مهوس ومجنون فيها للغاية لدرجة إنه جابها ومثل فيها في أحد أفلام شخصية جوني إنجليش بل من شدة حبه للسيارات يكتب مقالات ومراجعات نقدية لأحد المجلات في بريطانيا لا تستهينوا فيه ترى مرة فاهم في السيارات ويقدر يحلل لك السيارة مسمار مسمار محرك محرك قطع قطع مرة مغرم مرة يحب السيارات ومهوس فيها غير إنه يحب يشارك في سباق السيارات بنفسه وأحيانا يروح يستأجر مضمار كامل علشان يقعد يفحط ويفرفر بالسيارة براحته لا وكمان صارت له حوادث وتكسرت على يده سيارات كثيرة ودخل المستشفى أكثر من مرة ولكن الحمد لله ما صار له شيء يعني كبير اللي بقوله لكم العادم يمرة مهوس سيارات غير السيارات يا جماعة في سنة من السنوات كان راجع هو وزوجته وعياله من كينيا أو كانوا معدين فوق سماء كينيا بالتحديد راكبين طياراتهم الخاصة جلسين يشربون يأكلون رحلة عائلية جميلة وفجأة قائد الطيارة أغمن عليه يا ولد يا الطيب يرحم أمك إحنا في السماء إيش سوى مستر بين؟ إيش سوى راون يا جماعة راح فمسك الدركسون حق الطيارة وجلس ماسكه كذا في الجو مدارش السالفة وفي نفس الوقت هو يسوق الطيارة كان قاعد يلطش الكابتن إصحى إصحى طع 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 كف رايح كف جاي لين صحي صحي أنت صحي تعالى شلسين أبغى أن نموت؟ يب تخيل القصة هذه حقيقية الإنسان هذا اللي قدم شخصية مستر بين قدر أنه يتحكم في الطائرة لوقت معين أو أنه يسيطر عليها بطريقة ما وينقذ عائلته ونفسه وكابتن الطيارة من الموت المحتوم وختاما يا جماعة ثروة هذا الممثل الرهيب تقدر بحوالي 150 مليون دولار أمريكي ومصنف ضمن قائمة أغنى الممثلين الكوميديين ومعظم ثرواته حققها بواسطة أفلامه وبالتحديد الأفلام أو الأعمال المرتبطة بشخصية مستر بين شاركوني في التعليقات إيش أكثر حلقة ضحكت عليها من مسلسل مستر بين وإيش أكثر حلقة فاكرينها وفاكرين تفاصيل كثير فيها بالنسبة لي حلقة طبيب الأسنان أتوقع كان اسمها The Terrible اللي راح فيها الطبيب الأسنان وقام يعالج نفسه أقسم بالله أنا ما تابعتها قريب بس أفتكر لما تابعتها وأنا صغير ذي كان حلقة ضحكت ضحكت إلينا تشنجت تقدقوا شكلي بأشوفها بعد الفيديو The Terrible متوقع اسمها كذا ياب يا جماعة لا أعطيكم العافظ عشوكم الفيديو ضغطوا عزر اللايك ولوما كنتم مشتركين اشتركوا راح تكون فرصة سعيدة جدا أنكم تنضموا إلى قناتنا فعلوا جرس التنبيهات على طريقكم عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم